طيب نشرح دعوة الحضانة أول دعوة الحضانة هي الدعوة اللي بيرفعها أحد الطرفين للإتزام بحضانة الطفل المحضون والقيام بتربيته والقيام بمتابعة دراسته والاعتنابي والاعتنابي وفي نفس الوقت رعايته لأنه قد يكون في أطفال صغار ما يقدروا نرى الخلاف بين الزوجين دكتور من المؤهل لتربية وحضانة الأطفال نعم هي في غالبية الأنظمة في جميع الدول حتى الأنظمة الشرية أنه الأكثر مؤهل أو الأكثر حقية أو جدارة أكثر جدارة في تربية الأولاد بدأت في مرحلة الحضانة أيوة هو دائما الأم نعم دائما الأم بتكون هي الأصلح لتربية الأطفال حتى الأطفال في هذه المرحلة بيكون حوجتهم لوجود الأم بيكون بحوجة أكبر في هذا السن بالتحديد صحيح لأنه بيكونوا هم صغار في السن محتاجين لحلانة الأم محتاجين لرعايتها محتاجين لرعاية أكثر وكذا هده يكون الزوج منشغل بعشاء كثيرة منشغل بععمل منشغل هده يكون مثلا سفر كثير هده يكون مثلا مرتبط بعشغال كثيرة فدائما الأصلح لحضانة الأطفال هي هي الأم